مشاهدين يوميا تأخذ الأحداث في الضفة منحا تصاعديا فالفلسطينيون يعيشون تحت تهديد مستمر ويتعرضون لهجمات يومية من المستوطنين أحدثها مقتل شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم هذا التوتر الكبير الذي تعيشه الضفة الغربية على مستويين الأول من المستوطنين الذين أصبح تحركهم ضد الفلسطينيين يحظى بدعم حكومي إسرائيلي كبير سرا تارة وعلانية تارة أخرى من قبل وزير الأمن القومي إتمار بنكفير ووزير المالية بيتسليل أسموتريش أما المستوى الثاني فهو الجانب العسكري الرسمي فالجيش الإسرائيلي هنا لا ينفك يشن حملة دهم يومية لكثير من القرى والمدن الفلسطينية تحت عنوان ملاحقة المطلوبين مسؤولون أمنيون إسرائيليون قلقون إذا ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة في الضفة الغربية وأحدثها محاولة تنفيذ عملية تفجيرية في تل أبيب قبل أيام هذه التطورات دفعت بقيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للإعلان عن ضم لواء هجومي للمشاركة في عمليات الجيش بهدف القضاء على البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة كما لوحظ في الفترة الأخيرة اعتماد الجيش الإسرائيلي على استخدام الطائرة بدون طيار لشن ضربات واستهداف المطلوبين بهدف تقليل الخسائر بين الجنود وذلك مثل ما حصل أمس باستهداف منزل في مخيم نور شمس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قالت إسرائيل إنهم كانوا في غرفة عمليات لتخطيط لهجمات ومن المتوقع أن تتركز العمليات العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديد النابلس وجنين وطول كرم ومخيمتها لا سيما نور شمس التي أو الذي دمرت الجرافات الإسرائيلية بنيتها التحتية بالكامل تقريبا من رام الله معنا اللواء عدنان الضميري الباحث الأمني والسياسي أهلا بحضرتك معنا سيد عدنان أولا عملية واسعة النطاق مرتقبة في الضفة الغربية ما هي السيناريوهات المتوقعة وما هي الأهداف من هذه العملية وهل ممكن أن ننجح أم ندخل في واحل الصراع المستمر كما يحدث في قطاع غزة يعني أول شيء مساء الخير لكم وللمشاهدين جميعا العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية هي لم تتوقف وعملت بصمت كبير وأحيانا بتهويل قوة الفلسطيني واعتبار أن إسرائيل هي المهددة من الفلسطيني منذ العام 2000 بالانتفاضة الثانية وما تبع ذلك من جزء كبير عملت عليه قوات الاحتلال بجعل الضفة الغربية في حالة فلتان أمني بلا إدارة أمنية بعد أن دمرت كل أجهزة الأمن الفلسطينية ومقراتها وبعد أن دمرت السلطة الوطنية الفلسطينية استمر بيبي نتنياهو وأحضر معه من هو متهم بالإرهاب بني كبير أصلا متهم بالإرهاب لدى المحاكم الإسرائيلية وهو لم يخدم في الجيش فهو مستوطن وأيضا متهم بالإرهاب كذلك سموتريتش خدم بالجيش فترة قصيرة واتهم بالإرهاب وطرد من الجيش هاي المسائل الذي يقود الحالة العسكرية الإسرائيلية بن كبير اللي هو مسؤول وزير الأمن القومي وسموتريتش الذي يدفع المال فهم من أوجدوا أو ساعدوا على تشجيع المستوطنين وخصوصا جيل الشباب منهم بما سمي بشباب التلال للاعتداء على المستوطنين قبل نور شمس وقبل السبع أكتوبر كانت حوارة وكانت بيتها وكان في كل المواقع يرتكب من المجازر ومن عمليات القتل إضافة إلى وجود ستمائة حاجز يقطع أوصال الضفة الغربية ويحولها زي الجبن السويسرية إلى ثغرات هنا وهناك هذا الموضوع واضح تماما بأن بيبي نتنياهو الذي أعلن علنا أمام الكنيسة بأنه لن يوافق وسيمنع إقامة دولة فلسطينية واتخذ قرارا بالأغلبية في الكنيسة لمنع إقامة دولة فلسطينية أنا باعتقادي المسؤول الأكبر هو الأمريكان الذين لا زالوا يتحدثون عن حل الدولتين في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الإسرائيلية أراضي فلسطين في الضفة الغربية وتحتل الغزة بالكامل الآن في كل هذا الأمريكان لا زالوا ليس فقط لا يضغطوا لا زالوا يحابوا ويدعموا بمليارات الدولارات الآلة العسكرية الإسرائيلية أنا باعتقادي النضال الفلسطيني لا يشكل خطر عليهم هم من يشكلوا خطر على الشعب الفلسطيني نعم سيد عدنان هل تعتقد من وجهة نظرك حسب المعطيات أيضا على الأرض بأنه قرار الدخول إلى الضفة الغربية هو متخذ بصرف النظر هل تم التوافق حول صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس له علاقة بالصفقة في قطاع غزة هو قبل 7 أكتوبر كان هذا الاشتياحات وهذا القتل والدمار والمجازر ترتكب خصوصا في الريف الفلسطيني في القرى الفلسطينية التي تحيط بها مستوطنات مسلحة بنكفير في الأشهر الأخيرة سلح المستوطنين بعشر آلاب بندقية جديدة بحسب الإعلام الإسرائيلي وبحسب قوله هو وأيضا بدأوا في عملية تعبئة تلمودية جديدة أعلن عنها بنكفير بالأمس بأنه سيقيم كنيس في المسجد الأقصى هذه الحكومة حكومة تلمودية تريد أن تقود المنطقة إلى حرب دينية وليس إلى مطالب سياسية أو مطالب أمنية بالرغم من فوبيا الأمن التي تعتري كل إسرائيلي منذ الثمانية وأربعين لليوم برغم قوتهم النووية وقوتهم العسكرية وأعتقد ذلك هو من صمود الفلسطيني الذي عبر عنه في كل المراحل التي ارتكبت فيها مجازر ضد الشعب الفلسطيني ما هو المطلوب إذن الآن من السلطة الفلسطينية في ظل هذا الغليان الذي يحدث على القطاعين أعتقد أن السلطة الفلسطينية تقوم بعملية دور دبلوماسي وسياسي وجود السيد الرئيس أبمازن الآن في السعودية حول هذا الموضوع السعودية ليس فقط كحليف كصاحبة قضية تماما كالفلسطينيين ويقوم بالدور الذي استفز بنكفير ونتنياهو وهو دور المحاكم الدولية وأصبح بيبي نتنياهو وقلنت وسموتريتش على الطريق وبينكفير هم المطلوبين للمحاكم الدولية من أجل ذلك وقف سموتريتش وقال أنه وجود السلطة خطر لأنها تستطيع أن تنزع الشرعية الدولية عن دولة إسرائيل هذا المنطق هو الذي يعمل به دور السلطة دور سياسي دور دبلوماسي السلطة لا تمتلك أسلحة ولا تقود أي مغامرة بالسلاح لتضع الشعب الفلسطيني في الملعب الإسرائيلي في الدمار نعم طيب سيد عدنان من وجهة نظرك هل ما زال نتنياهو يهرب إلى الأمام من المحاكمة ومن المحاكمة الداخلية في قضايا الفساد أم هو ينفذ مشروع ما يطلبه اليمين المتشدد وتحدثون تحديدا عن سموتريش وبينكفير التنتين مع بعض يعني هو يريد أن ينجو بنفسه من المحاكم ويريد أن ينجو بمستقبل السياسي الذي ممكن أن ينهار وتنتفكك حكومته من جانب ويذهب إلى القضاء والمحاكم والتحقيق نتاج 7 أكتوبر والمسألة الثانية بنتنياهو هو أيضا أيديولوجي ومن قرأ كتابه سيرى أنه هو يفكر كما يفكر بنكفير يعني هو ليس لبرالي أفضل من بنكفير ولا هو يبحث عن حلول سلمية أو سلام أو مفاوضات هو من عارض وحرّض على رابين بعد توقيعه اتفاق السلام مع الفلسطينيين اتفاق أوسلو وهو من حرّض علاقة الرابين وهو من أعاد إلى إسرائيل وإلى المتطرفين في إسرائيل الروح من خلال إعطاءهم السلاح إعطاءهم إمكانيات المال إشراكهم في الحكومة بطريقة مؤثرة واحد وزير مالية واحد وزير الأمن القومي أعتقد أن بيب نتنياهو لا يختلف عن بنكفير سوى بلسان العلاقات العامة التي يقدمها للعالم شكراً من رام الله اللواء عدنانا الضميري الباحث الأمني والسياسي على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر